بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تنبيه هام جدا حول موقع حسونة اكاديمي بصوا لو اي حد دخل على حسونة داش اكاديمي دوت كوم هيفتح معانا الرابط اللي قدامكم ده لاحظوا ان الرابط اتغير ماشي حتى لو دخلت على دابليو 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 دوت حسونة داش اكاديمي دوت كوم هتلاقوا فتح نفس الرابط هذا الدومين هيتم الاستغناء عنه تماما قريبا تمام طيب دلوقتي ده الموقع اللي قدامكم هون مختلف عن الموقع اللي قبل كده مختلف تماما اوكي زي ما احنا ما شايفين الرابط اهو يعني لو انا مثلا فتحت حاجة زي كده عشان اوضح بص مش اكتر وكتبت هنا حسونة اكاديمي من غير جيت هوب دوت اي او ده كده رابط ماشي لو انا حطيت الرابط ده هنا هيفتح معي ادي الموقع ماشي ده الموقع اللي حضراتكم هتدخلوا عليه حتى لو انت كملت وحطيت حسونة داش اكاديمي هيفتح معاك برضو هو هو اهو لو انت حطيته هنا ودخلت هيفتح معاك برضو المهم سواء دخلت على ده او على ده الموقع بينظم لك القصة يعني الهدف من الموقع هو التنظيم هتلاقي هنا بعض الحاجات في الانضمام هتلاقي في الكورسات هتلاقي الكورسات مرتبة هتلاقي حاجات في الصفحة الرئيسية بفضل الله استكشف بنفسك هتلاقي حاجات في الصفحة الرئيسية بص عليها بفضل الله هتلاقي حاجات منظمة حاجات مهمة حاجات متقسمة يعني مسلا اساس كمبيوتر هام للجميع و و و و بعدين بشوية هتلاقي كمبيوتر وبرمجة وقواعد بيانات وهتلاقي كرسات كتير فيه تمام مش معنى كده ان الحاجات اللي في الصفحة الرئيسية فيها كل حاجة لا دي مجرد فكرة لكن لو انت تلاقي تفوق فيه كرسات هتلاقي عندك جميع الكرسات كرسات لغات البرمجة كرسات طبقات الهاتف كرسات الويب كرسات التحليل وقواعد البيانات الكمبيوتر ونظم التشغيل كرسات مناهج دراسية برامج وقصص او قصص شوف هتقول ايه تطبيقات وكتب مسلا لو انا دخلت على جميع الكرسات مرتبة هتلاقي اول حاجة طبعا كيف هتعلم كيف هتعلم كلكم معرفينها فيها فقرات مهمة جدا او مسارات او اعمل ايه واذاكر ايه قبل ايه بتوضح لك بتحط رجلك على اول الطريق بفضل الله وبتخليك تنطلق فيه شوية حاجات هنا بعدين في حاجات مرتبة مسلا ده فيما يخص كرسات التطبيقات الهاتف والزاكي والموبايل والكلام ده تمام كرسز كزا وكزا وكزا طبعا الحاجات دي بيتم تحدثها كل فترة تنزيل ادوات التطوير تمام عندنا دورات لمن يحب الكمبيوتر والبرمجة والالكترونيات المعلومات والكمبيوتر والنظم التشغيل تمام في عندك مقاطع مفيدة في عندك جرافيك وتصميم ومنتاج كرسات شهادات تصميم التقارير كرسات ملاقة بفضل الله للمبرمجين المحترفين تحليل البيانات وقواعد البيانات كرسات اساسيات للغات البرمجة كرسات الويب بفضل الله كرسات برامج الكمبيوتر زي ما احنا ما شايفين مع بعض شرح عام في البرمجة ادوات وبرامج جهزة ومنهج دراسية برامج كزا دروس كزا الى اخره تمام ولو احنا رحنا مسلا على لغات البرمجة هتلاقي مسلا الجافا بالشكل ده مش كل اللغات بالشكل ده مفضتش بصراحة ان انا عملهم يعني هتلاقي مسلا لو رجعنا البيسون هتلاقيها بالشكل ده مش بنفس الطريقة لكن دي بلاي لست لو فتحتها هتلاقيها بلاي لست قدامك طيب سريعا كده في عندكم بقى حاجات كتير انتوا استكشفوها هنا وفي عندنا برضو تطبيقات وكتب اهي دي الكتب كتب صخرة الاساس لو عايزين تحملوها في حاجات زي في تطبيق ماينوتس اتش اي لو رحنا على تطبيق ماينوتس اتش اي طبعا التطبيق ده لو انت فتحته من اي متصفح هيفتح معاك لان ده خلاص تم نشره من فترة كبيرة بفضل الله وعدد كبير من المستخدمين استخدمه وزي الفل وشرحناه اكتر من مرة ووضحناه اصلا عملناه في كورس ماوي المدفوع اللي منكم يعرف دايما هتلاقي التفاصيل في الوصف بتاعة كورس ماوي المدفوع اللي عملنا فيه تطبيق ده فيه بقى تطبيق تاني لو رحنا تاني على تطبيقات وكتب وروحنا على تطبيق مايك سبينس اتش اي ده جديد جديد يعني جديد ده اصد في الرفع في المتجر احنا عاملينه من زمان برضو في كورس ماوي المدفوع بفضل الله لو انا فتحت التطبيق ده هنا هتلاقوه ما فتحش نوت فاون تركزه عشان الناس اللي بتقول لي ما بيفتحش ما ما بيفتحش ليه بص شايف نفس الرابط ده هاخده كابي اهو قدامك اوكي وهحطه هنا بست قدامك كده وهدوس هيفتح هنا ليه ليه هو فتح هنا لان الحساب اللي انا فتحت بيه الرابط ده تم اضافته في المجموعة اللي بتجرب التطبيق حاليا لان التطبيق حاليا في مرحلة عملوها او اخترعوها شركة جوجل اسمها مرحلة الاختبار المغلق احنا دلوقتي في مرحلة الاختبار المغلق علشان يتم ده شرط لازم تعملها يعني فاحنا في مرحلة الاختبار المغلق فاللي عايز منكم يجرب التطبيق معانا يدخل الاول على المجموعة الرابط برضو هتلاقوه اما في التليجرام او اما هسيبه لكم في تعليق مسبت على حسب المهم هتدخلوا المجموعة بتاعة جوجل مجموعة جوجل بالاميل بتاعكم هيتوافق لازم وافق الاول. يعني مجرد ما يتم الموافقة هتدخل على الرابط هيفتح زي ما انت ما شايف كده قدامك. على التليفون طبعا هتحمله على التليفون. انا بوريك هنا على الكمبيوتر عشان تفهم القصة بتاعت. اللي انا عايز اوصلها لك يعني. طبعا الرابط كمان هتلاقوه هنا. الرابط الموقع اللي انا قطي لكم عليه. حسون اكاديمي دوت جيت هب دوت اي او اهو قدامكم ما انا حطه. فحسون اكاديمي في القناة القناة نفسها القناة الرسمية نفسها مع روابط تانية طبعا بفضل الله طبعا هنا الموقع استكشفوا فيه واي اقتراحات هتقبلها بفضل الله هتلاقوا روابط للتواصل هتلاقوا حاجات كتير بفضل الله تصفحوه واقولولي رأيكم بصوا عليه طبعا كل الاكواد قدامكم بقى لانا باجت كل الاكواد قدامكم اللي عايز يتعلم حاجة بفضل الله يتعلمها نستني تعليقاتكم ونستني اراءكم وان شاء الله نشوفكم على خير ويا رب تكونوا ركزتوا معا في الفيديو ده وفهمتوا المقصود منه وشكرا لكم والسلام عليكم